اشتركوا في القناة هذا هو حال الشيخ عبدالعزيز بن دريس استقصة ما من نجوش انسان وعر ولكن نهاية ديالتو سوية بزاف تراجيدية بل مزيان كان كيتنكر في الملابس ديال الحلاقية وطالق اللحية وديما كيخلط الجد بالهزل وبالضحك وكيبدأ كيتحدث وكيهضر على الاوضاع السياسية في المغرب وكيقلبها ضحك كان كيجول في الصواق ديال الجبال وديال السهول وكيحك في الحلقة ديال توقي الساس بجميع اللهجات رغم انه كيهضر الامازيغية وكيبداها بسيرات سيف بدو يازان ومن ثم كييدوز لدعوته الدينية والجهادية ودعايته السياسية وكينات صقم بيلمقاومين وكيكيختفي في جه الباب الحلاقي نهاد بقوة فجر الاستقلال للمد الاشتراكي وكان كيكره شيوعين والفكر الشراكي وكان متأطر بافكار السلف الصالح حبوب محمد عبدو وكان كيه كره لغة المستعمر وش حاجة سميتها الفرنساوية وكان تعدو عدوة كبيرة وخاصة مع مركز التبشير المسيحي في كنيسة تيو ميلين بمدينة ازرو وكان شن عليهم هجمات قوية وخايبة في المدينة وكينبه لمغاربة لمخاطر هاد الكنيسة والدور اللي كتقوم به في الخفاء الرافق ديالو صاحبه المختار السوسي كيقول عليه بهاد الروح هذي كان كيعيش في المجتمع وكينفض الى اعماق الطبقات الشعبية بالدكاء الحد ديالو كانت الجامعات والخلايا السرنية كتعرفوا موجها ومبشرا ومناضلا صفوف الحرفيين والصنع التقليديين والطلبة اللي كيتعرف عليهم فضلا شما كيختلص من الوقت ديالو ومن المهام ديالو ومن راحة ديالو ليتفرق للصفر والتنقل بين القرى البعيدة والقريبة من فاس لينتقيا من هناك الى اعماق الاطلس وتركتعالهم الرسالة الوطنية في هذي المناطق اللي كتستمر وكتنضج وكثير ما كان كيبدأ المهام ديالو التمشيرية بالرسالة الوطنية اما من المسجد او من السوق الاسبوعي شكون هو هاد السيد هاد السيد هو الشيخ عبدالعزيز بن دريس بن عبدالرحمن العمراوي الحساني اللي تولى سنة 1907 من قبيلة امو الزارب فاس تلقى تعليم ديالو الاول علاق يدبه الشيخ عبدالرحمن ثم مع الفقه محمد العالمي في علوم الفلك ورياضيات والتوقيت وتكون سوك سكوينة علمية متينة بنظر للانشأة ديالتو بديل العلم وديل المعرفة مما اهله الى الدخول لجامعة القروين باش تسكمل الدروس الجامعية ديالتو وكان من الاوائل اللي حصلوا على شاهدات العالمية لكن نشاط ديالو في الميدان السياسي جعلت سلطات السعمارية تعرق له رغم انه كان ماجح في الامتحان بتفوق باش تضغط عليه قال عليه المختر السوسي كان خاطب لامع ومؤتير ومهيج في ازمة الظاهر البربري سنة 1930 داخل المساجد وفي الشوارع وفي مقدمات المظاهرات الشعبية والاحتجاجات فكان الجزاء ديالو السجن يعتبر شيخ عبدالعزيز بندريس من الفعاليات الباريزة وكان ضحية استهداف لاكتر من جهة شاركه في مقاومة الظاهر البربري ودق مرارة السجن والتعذيب على يد الباشا البغداري في مدينة فاس لانه كان كيف رفض التفريق بين المغرب الامازيق والعرب وكان كيف يناهض هذه الفكرة بشدة وكان من الغايرين على العقيدة السلفية ومن ضغط الاصلاح بالاضافة انه كان من رجالات الحركة الوطنية الاوائل اللي وقعوا لعارضات المطالبة لاستقلال فهذا يناير الف وتسعمائة واربعين وعرف السجون والمنافي والتعذيب والتنكيل للمستعمير على يد المستعمير الفرنسي تعرض الشيخ للتعذيب والجلب وسجين مع رفقه في معتاق الغباله بنحية تنجداد بمدينة الراشدية صحبة المختار السوسي والهاشم الفلالي وحمد بكوار وبالزاف ديال المناظرين ثلاثة ديال السنوات بعد الاستقلال كانت درجة الصراع السياسي دموية وسخونة بذرجة لا تتصور اقسنين قتلك بين حزب الشورى والاستقلال وبين حزب الاستقلال وبدأت العدوة كتكبر خصوصا في اطار السراع الدموي والتصابق للسلطة بين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وتزاد عليهم حزب الاتحاد الوطني القوة الشعبية وبدأت القضية كتسخن والاغتيالات والقتل والقرطاس فهذا الصداد هذا تعرض في 24 ابريل 1959 الشيخ عبدالعزيز بن دريس بتحنى وتقربى مراكش وكان متوجهه في نفس اليوم لالقاء محاضرة ديالته وهو سير في الطريق الى مكان الحفل هجمه عليه واصيبه بضربة بالعصة في الابن دياله وفراز دياله واخرى بالسكين بموس في العنق دياله ما فيها بالبلاسة القيال القبض على ما ينف على عشرين شخص منهم المتهمان الرئيسيان الشكل اللولاني هو الحسن بن الحسن القهواجي والثاني هو محمد بن الحسين أحمد المدعو العور أما المتهم الرئيسي الثالث وهو الحسن بن محمد بن الحسين باشوش الملقب بالسكليست فهرب وما غني شده عليه إلا بعد اغتيال ديال القرطان الغول بن مراكش وهذه العناصر عندها علاقة كبيرة بمجموعات شيخ العرب تم القتل دياله بعد أن شخدت شخد رأسه بمعنى تشلخ رأسه بالحجارة ونقل زوجة ثمانه إلى فاس وتدفن بالقباب خاره بافتوح بن دريس دفع تمان نيابة على حزب الاستقلال الذي كان يتهم في ذلك الوقت بالقيام باغتيالات كبيرة في السوق الأربعة وبدار بريشا اللي هي دارية التعديب وكل شيء يعرف القصة ديالها تمال الأخطاء دي الحزب الاستقلال وكيقول حزب الاستقلال أن الشيخ عبدالعزيز بن دريس كان ينتمي إلى حزب الاستقلال ومنفتشان عنه الحزب بامراكوش هكذا تمتهي قصة الحلاقي والشيخ والمناضل عبدالعزيز بن دريس أرغم أنه ساهم في بداية تلاتينات إلى جانب علي الفاسي وشكي بأرسله في تحقيق أزاء من كتاب العبار لابن خلدون لمنشو سنة 1936 بالقاهرة أرغم أن الموديل فيها أكثر من طرف وأكثر من جهة وتم التكتم عليها قبل أن تخرجوا لا تنسوا تتابعوا في الاشياء اليوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا تقوموا بإمكانكم